موسيقى الحبد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين أحبابي في وحدانية الله أتحدث عنكم أتحدث معكم عن السجود السجود في اللغة العربية هو وضع الجبهة على سطح الأرض تمام لكن نحن نأخذ روح المعنى أقول أن السجود هو عبارة عن شنو إنزال أعلى جزء في جسم الإنسان إلى الجزء الذي يطأه الإنسان بأسفل جزء في جسمه أعلى جزء ينزل إلى أعلى جزء أنت بتدوسه بكرعينك حافي أو لابسني عال السجود قربة قربة من الله سبحانه وتعالى عز من قائل يقول وسجد واقترب لم يقل صم واقترب لم يقل زكي واقترب لم يقل حج واقترب لم يقل تصدق واقترب أفرد السجود بالقربة له جل وعلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون عليه المرء من ربه وهو ساجد الله عليك يا رسول الله إذن طالما أقرب ما تكون من ربك أثناء السجود هنا سل أدعو ناجي ربك طالما دمك مقام قربة من الله أنت في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى إذن أطلب أسأل زي من تداير يا أخي ما ترتبط بلهجة معينة بأي لغة أطلب من ربنا الله الوحيد في الكون الذي لا يحتاج إلى ترجمان الفرنسي يدعوه بالفرنسية والألمان يدعوه بالألمانية والألباني يدعوه بالألبانية ما بيحتاج إلى مترك وبعدين أطلب منه أطلب منه أقرع الباب خبت على الباب الذين يقولون نقرع الباب لكي يفتح لنا الباب عيب تأدب مع الله أقول له للذي يقول ذلك تأدب مع الله يعني شنو باب الله لا يغلق باب الله مفتوح أبدا أبدا ملك الملوك بابه لا يقفل أها عالطرق لزوم شنو عاي أنت بتطرق الباب لكن بتطرق الباب طلبا للإذن مش لكي يفتح أنت بتستأذن عشان تدخل بعدين ربنا بيجبلك في كل وقت يا أخي يا أخي تتصل بيهم تتصل بيه تتوالي بخط مباشر عنده خط مباشر خد تليفون مباشر تليفون ما عنده فاتورة ولا عنده كرت دفع مقدم تليفون ربنا ما في الشبكة تجع فيه ما بيتقطع ما تلاقي مشغول أبدا تليفون ربنا ده بيستقبل مليارات المحادثات في وقت واحد مفتاحه مفتاحه سجدة مفتاح تليفون ربنا سجدة ده يرتقابله جابله في أي وقت لا عنده سكرتير لمدير مكتب ما بتلاقي مشغول ما بيقول لك عنده مؤتمر ما بيقول لك عنده ندوة ما بيقول لك عنده لقاء صحفي موجود دايما هدخله في أي وقت اتصل به في أي وقت يسمعك ما بيقول لك يا أخي خلاص لح 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 أدخل بالسؤال إن الله يحب عبداللحوح صدقت يا حبيبي يا رسول الله لح ناسنا بيقول لك يا أخي ما تتكلف في الموضوع ده نتكلمنا فيه وخلاص وأنا قلت لك حتتخذ قرار انتهى الموضوع ربنا ما بيسوي لك كده أبدا أطلبوا لح أطلبوا لح أطلبوا لح بابه واسع عطاءه كبير عطاءه موجود في كل زمان وفي كل مكان وما يقول لك وقتك خلص أنت بتبدأ الاجتماع مع الله وأنت تنهي الاجتماع مع الله تجتمع مع الله بشنو بركعتين لله تبتدي الاجتماع بتكبيرة الإحرام الله أكبر بتخلص الاجتماع مع الله انت بتنهي الاجتماع بشنو السلام عليكم ورحمة الله خلصت الاجتماع فطالما انت عندك مقام قرب من الله وهو السجود اغتنم ازأل أطلب أدعي تضرع أبكي حنشوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسجد لله ويطيل السجود يا أخي أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من السجدين في كل وقت وحين السجود أعظم مشهد في الوجود هو السجود أحب وضع يحب الله سبحانه وتعالى هو السجود تحرم نفسك ليه بشوف الجوامح حاجات غريبة جدا وبتكلم عنها الأجناس ينقرون السجود نقرا يا أخي حتى باستعجالك للسجود دي أنت ما بتأتي بركن الإطمئنان ما تعرض صلاتك أنها تكون باطلة ليه طول في سجودك ده باب تاني من إطالة السجود فنسأل الله تعالى يعني ألا يخلينا من الناقرين الله أكبر الله أكبر أشوف طوالي يا أخي يا أخي حتى أقول ليك الطاقة السلبية لدي في الجسم الإنسان بتتفرغ وأنت ساجد بتحتاج هذه الطاقة لـ 42 ثانية من وضع السجود على سبعة أعضاء من جسم الإنسان حتى تبتدي في عملية التفرغ الطاقة السلبية دي اللي بتأدي لي خمول الجسم وإلى شعورك إنك نحسان تلاقينا أي 12 ساعة يقول ليك أنا نحسان عشان فيه طاقة سلبية زايدة دي بتتفرغ بالسجود أثناء السجود تتفرغ وأثبته علماء الطاقة وسبحان الله أثبت أنها ما تتفرغ إلا إذا كنت بأعضاءك السبعة دية متوجه إلى الكعبة سبحان الله تعالى أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحسن الساجدين ما تختصر سجودك طول فيه أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة